مرحبا مرغل ستين بيت الدون في صغارتا ونحن بين صغارتا وأمريكا هذا الوصف اللي عنا إياه هو عن أيام بي وعمي كانوا بأمريكا وفاتح عندي مطعم تاني على الميدان وصيفية بأهدن شتوية بأمريكا عم لحكي عن بيتزا كل العالم تحكي عنك نعم أي سنة بلشته كيف تلعك الفكرة بي وقت اللي ترك لبنان راح على أمريكا هو وإخواته وتعرف يعني بيروح عندك شغف على الشغل وتعمل المصاري وتعمل المستقبل اللي صار انه اشتغل ببيتزا وفتح بعد أربع سنين هو وخيو ورجوا على لبنان بتعرف يعني كلها محب لبنان وما من انترك هذه الأرض فتحوا بالتسعين هوني بأهدن وبعدنا لها لأ أهدن كمان صغارتا وعم حكي فتحوا مدي صغيرة بصغارتا بس بتعبوا اوكي كتير بهمني برا خبرتنا خبريتك انت وخبرني شوي قديش تغلت قدي برامت قديش شفت وبالاخر ترك كل شي هلأ بزمن كورونا قلت أحسن ما ضلني عم بشتغل صاير لي ظرف اني ضل بين أهلي ورفقاتي ومدينتي وبالأخص يعني اهدن قلت قلت جاني ظرف على الميدان ويعني الميدان غير اهدن غير الشارع وفتحت تحت وفتحت هون وإذا قال الله راد بالأوضاع التي نحن فيها بنا نظل نكمل وهذا الإيمان بالأرض هذا أهم شيء لدينا ويظهر مكمل وبنا نورطه للكل بتاقيرا مبارح حبيته بطيره قلت له رح نرجع علينا نصور بيتزا لايف بكل الأكشن كيف تنعمل شو هي شو اللي بميزها ليش هلقدي ضاينت من التسعين لليوم وشو اللي ناس بتحبها بس ما كنت غيرها رح يميل سوربريز ويعرفتنا على الوالد دحكتو بتاخد العقل يمكن نحنا ملنا شي بالنسبة للوالد اخدين يمكن عشرة بالمئة بس إذا بدك منبقى بحكي شوية مع الوالد لاتس جو مطلع دغري متعرف على الوالد يلي بيحتر كل الفيديوهاتي كلهم 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 مش معقول دحتك بتعاقد انا بدي أصل لعندك لهون يعني هالبوزيتيفيتي بتطلع من الوجه احنا بسهل مقاطم خبرنا عنا كيف بلشت قصتك ايا السينة بلشت تشتغل وانت كيف سرنا هون بالستة وستين بطوله الباية بدي عمال سيزة مادرسة نجحة الدور المعالمين رحنا عالصيدة في ضيعة اسمها بي صيدة اسمها باتولاه وطولي بقي انتي خلقون بتروي نيويورك لان ما بطالب بالجنسية عاتيوا باسبور امريكاني لأله ولأمه ونحن عندي أربع أخوة بنات أخوات أخذوا باسبور امريكاني وانا وخيي ستة حدثنا لأمريكاني باسبورت 1966 بسيسين عامريكا بصلنا ع نيويورك السيارات وز وز تلفنت الجاز خالطي قد قاعدوا في ادلفيا أخذوا بيع إبناء أمريكا رحنا اشتغلنا بالمطعم دولار بالساعة 1966 نوفمبر سكستين هاتوني دولار بالساعة حط 100 ساعة 100 دولار بس انا بحب بطني انا شفت هالنصح ما بحط اشماكين لابستر لونغوست حقه 7 دولار كنت اشغل 7 ساعات تشتري واحد اكله تعلمت البيتزا والستيك والسبمارين وكل شيء كنت اشغل بالبونك بالسكسي سيفن بالاي بيم كومبيوتر 1260 كان في كومبيوتر اشتغلنا بالكمبيوتر جمع 8000 دولار وخي جو جمع 4 اقول لي جو انا ويك تعطي نفتح مطعم 12 دولار 1969 فتحنا المطعم استقجرنا صور يحكوني ما كان بعرف الانجليز غير ايام يو ار هي از هورا تعلمنيهم بالفرير ايام يو ار هي از عالمة الانجليزي شكلك كده تشاطره كتير ايه قال لي اللي عم بيأجلني المحل واحد يهودي قال لي 300 دولار اول سنة اقول له ياس 350 تاني سنة ياس ما شوف غير قلو ياس رحنا بلشنا هلأ في 72 كل زبوناتي بيشتغلوا بالتفي هم هم على مايكل داكللس شو اوكي ميت هلأ مايكل داكللس تلقح روح اه اوكي قبل مايطلقوا الزبونات اللي عندي بيشتغلوا بالتفي والشو راياك تجيب لنا 4 متر ساب مارين باكات تلفنت هايدي تليين رب من عمل صندوش زكرتك قوية كتير زكرتك قوية كتير تذكرهم بالتفصيل ومع التاريخ اوكي عمل لي 4 متر ساب مارين ورحت عالشو هلا تصول عالتفي يدون تتش ناتينك ليه في اليونين برمين خس بنادورة بصل جونبو مرتديل سلامي كله اقول دون تتش ناتينك عالشو بلش الشو هزور من في معي عالشو عملت ساب مارين تشيرلي باسي هايدي شيزة انجليش مست مع رجيمور بجيمس بونت كانت معي عالشو عم تعمل ساب مارين عم تساعدني تاني مره خط متر ونص ساب مارين من في اين ميري اين ميري من كندا بتجي لعنا عالشو ومن في معي جورجو بلومتون هيدا مدير الفوتبول قال لي اذا كلها الساب مارين ايش بدي اخود هيك عفويا قلت له الكا سالسر الكا سالسر اذا تلاحظ علي الحبي بتحطه بالمي بتفوش خلصنا اجي ايب اس بريسلي بالتلاتة وسبعين على السبكتروم خمسة وثلاثين الف تيكت مبيعه بثلاث ساعات ام انا بالكنيسة دي بتركع انتي بالكنيسة ضيئة ضيئتين اركعت لالبس ساعة اذا بدك تللي كيف خييت جو بيعرف اني انا بحب الالبس اشتروا الاثنين تيكت انا واختي رحنا تنحضر الشوطة مع البس قلت لي البنت قلت لي يرسيت قلت له احراغدينك جاي من صغارتك تروحوا عطفاء انا قلت له كمان معي كاميرا هاي الكاميرا خلصتنا والبس بم 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 اه بلش بيحقلك تجي على الستيج تركع تصوره وتروح على الستيج طبعي ايش عملت انا اركعت ساعة متل ما هي لا تشوفه بديشوفه انا بحب ايه بس وقتا كنت باللبنان كنت اشتري كنت اشتري كل دي سكيتو بس ست ليرات سبع ليرات ديسك لونغ بلاي هايكا من انجل عندي بالالعبا وسبعين جون ترافولتا كمان جون ترافولتا اجه انجل عندي عالمحل كان عبيمثل فيلم بفيلادلفيا بلو اوت وين الترينيت عنا توري ستريت ستيشن كان هوني فيتل عنا مع الفرقة طبعه ترافولتا جون ترافولتا ايه قلت له بليس بدي ترافولتا قال لي ازعلت تقسرت انه ولو انه بحنا تشكى علي كل شيء انه ما مضي لي انا مشهور بالبيتزا بالبيتزا والبيتزا بالسبارين مشهور بس ما خبرت اسم المحل اسم المحل شو اسمك انتصد اسمك سام هونيك بيتزا وسب بيتزا وسب كنت مشهور 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 يعني اذا ما تخلص البيتزا بدفعك مئة ألف من زمان لا انا اعجب على ما اعطيه. اعطيه انا بحب اعطيه ده بس. هلأ هامبرجر فلي فو فليه. اللحمة. ما بحب اتضحك على الزبوط. بحب اعطيه. لكن ترافولتا ما مضي لك ياه. ترافولتا لا. انا في مثل توفى هلو ناسي فرد عين. ناسي اسمه. اجر عندي على المحل. السمين في الساكريكور سليم غسطين. انا سليم غسطين. حكيم روس او شي. مرأة اللي عندي تريكين عم بيعمل تريننج. خد ابني مارك تيعمل له اي ام ار بيروسه. تلعت هيك لايتلك سليم غسطين. تقول له حكيم. قول اشبك. قولت له انا سليم غسطين. وانتي كمان. قال لي ايك انت في لادان فيها بالتسعة وستين. ومرأت عندك حال مقاب. حالا. حالا حالا. ترحك اليوم عن الصب مارين. شو قصة الصب مارين كيف ركبت. شو مكونات الصب مارين. وبعدين صارت مشهورة. كل لبنين كل عمان صب مارين. ايه. هيا سنة بلشت الصب مارين. الصب مارين بلشت بالستة وستين. بس وقت افتحت المطعم بالتسعة وستين. كنت اشغل بالبونك. ايه. واشغل بالنهار بالمطعم. بالبونك من عشية. اوكي. اه. قدي خبرك. صب مارين كيف بلشت. صب مارين. صب مارين. انا بحب يعطي جود كوالتي. منو بس جونبون وجبن. لا. صلامي مرتدير جبن. بدك تعبيها كلها. وهي معروفة انك بتاكل مساعة. لا. حتى جريندر بالفرن. تطلع. تطلع سكسي اكتر. اه. اوكي. تطلع سكسي اكتر. عندني. ما قلنا قلنا معروفة انك بتطلع ست انواع صب مارين. او او صب مارين اللو ست اسن. ماذا هنا؟ ثاب. ثاب أو صب مارين. هوقي. اذا نزلت على فيلادلفيا. بيقولوا له هوقي. بتروع على غير مطرح بتقول إنهوغين مميع بشو عندك الهيرو تروبيديرو وعندك الجريند يلي هي بتنحط بالفرن هلا في كتير أشخاص بيحبوها بالفرن لشغلتان كرميل الجبني تبدوه وعندك كمانها مشين الخبز الخبز بتلعب دور كتير مهم الأصول طبعا لازم تكون فرنش باكت يلي هي آسيا مش لينة يعني في عندك تحدة عماع معرفة إذا رأي على البيكري وبتعرف عدة أنواع بالخبز الفرنش باكت تجي كرنشي في كتير أشخاص ما بيحبوها يمكن لأنه بتشجروا حلو نتمون بس الأصول طبعا إذا رحت على أمريكا وأكيد حكينا من النطاق موفيزونيك نحن عملها بالرمج في فلادار فيها ونشوفهم بلومبي شغلت أنا بـ 68 بالبلومبي قبل صابوي عما حكي ما بيبيع غير بس ساب مارين بلومبي شو السر فيه بدك تقص جونبون رقي سلامي رقي جبن رقي كله مرتديل رقي خاس بنادورة رقي كل شي رقي منو سميك ومتعب ومتعب بيها منبلش؟ في عندك اثنين ساب مارين على قبيض ضد المايناس لأنه بينلك بينصح وما بينصح وما منيح أنا عكس أنا بكثير بحب المايناس وعندك خلوا زيت بس بكل بساطة نعم الوحدة بوحدة واحدة بوحدة واحدة بوحدة سام ساب مارين سام ساب مارين سام ساب مارين شو أحلى ضايع بالعالم؟ سام 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 والرئيس اللي توفق من زمان جونسون قال لازم تبر به أمريكا قبل ما تروحوا على أوروبا قضمنها حلوة أنا رحت على أس فيجاس أربع مرات حذور مين حذرت؟ دين مارتن هأول مرة بشوف المثل لماذا الأمريكاء عم يغني مهدوم بملتيل Lac Dann لازم بمريّن أنا شفته صرحت له coming زينوا بعنيتوا له الناس كلها حملت ههك بلتأنه بيفلشات كله يا عبرغل loof طبعا، تتحب بيت اوكي، يلا تنبلش بالصبنة يلا، منبلش لكيه، مايوناز إذا أول شيء مايوناز اوكي، من حد السلامي اوكي نحن مينوال بالمطبخ عم نحضر حالنا لأنه البيتزا on the way ها برم عندك، أخذها هاي السلامي بعدين نحط خس بعدين الجبن أطول سب مارين عينوي بحياتك؟ هاي كنت على التليفزيون بـ 72 أربعة متور كم شخص بتطعمي؟ ما بتذكر بس بس وشتريت VHS تفعت مئة دولار مشين الشوتي حدارو جربت أبعتها على بيروت ما بيعرفوا يعملوها تركتها بالبيت قلت، هلا بسروا على أمريكا بياخد معي الفيلم وبيعملوها هونيكا على الـ DVD الـ VHS إذا أذكروا بيقصد البيتاماكس كانوا قبل VHS بس ما عم نقدر تنحولون يعني بهاليين بتعرف تكنولوجي كل يوم في شي جديد ما عم نقدر لي حدا يحولنا هالـ VHS للـ CD أو إذا بنزلهن بس على USB كرميل الشو وطبعاً هنا الجبن حتينا الجنبون أنا مشهور ومرتدال مشهور بصاب مرين المحل يوم شو صار فيه؟ نعم المحل هلا شو صار فيه بأمريكا؟ بيتو؟ خلاص 2007 وجينا على لبنان هلا بدكتلي لي لأجيت على لبنان بأمريكا كل واحدة حالة كل واحدة حالة هيته إنه لبنان متعود عمر عشرين سنة تركت ربيان هون أنا ها هكي أوكي بنادورا وهي الأوريقنا هلا بنحط لها بصل بنحط لها بصل بنحط لها بصل وأوريقنا بس كلها بنعرف ليش ما فينا نحط بصل نقول لك هلا بنحطها شوية بالفرن ما بنحطها بالفرن هم لازم تضوء أكيد ها ها بنا وعرفك عطي بي بتضوء كل شي أكيد طب خبرنا خبرنا عن الحلقات اللي بحضرون شو حاضر الحلقات؟ أين؟ عن طبعي أين أكثر شي بتحبه وشو حاضر؟ أين ما كان؟ أين ما كان شوفك؟ أين ما كان؟ ما بتذكر بس أنه شوفك منقيش لحمة بعجين كل شي أبداً بأهدين بشوف مشور بنوقف بحضروا كله تاني واحدة عندنا زيت بلا مايوناز زيت هلا تحط الصلاة ها خل بعدين بان فو سوري خل أكثير كان يستعملوا الخل لحضروا وين ببلومبي خل ها حطينا خس الجبن مرجع شعور شعور جربة نعم هل مرتبط بنادورا هلما خبرك كم خبريات صور معنا هاوني يالله اكيد محب الخبريات يالله شو عندك خبريات بيخل؟ أنا والخبريات كتير اصعب بس نحط هاودي اي بدت نضوك هاون يالله هاون الفضاء لفرن بيحت الخل خلوة قوية منبلش بالبيتزا بيكون ذكرت الخبريات يالله اكيد معرفهم الطبيع Tha خبرني أنا كنت عمل سهرات هون يقولولي يذنيتك الليبيت هون بهدين يقولولي قمت ان ها سبت الجاي وين ريح قد ما كنت أخلق زو هلأ سبعة وسبعين سبعة وسبعين سبعة وسبعين ايه كنت اشغل بلوم في بتبينة وستين ايه عايت له قال المانجر قال قال سام ياس ويقول له ايسمان سامتين برن عم بشم ريحة حريق تحت بالملجب ينزل قال ايش عملت انا حطيت هالكبية لبناني ماخص اول كبية تاني كبية أورا جوز فراش انا ما فيني حط اشمكين اهه شربت كبيتين مفزارت رجع قال قال ناطين اقول له خلصت اول ما بلاشت باميركا بالستة وستين اشتغلت بالمبعوم ممنوع ناكله قريديس ايش عمل ستة حبيت قريديس قليون اه حطهم بالساندويش حط خس بنادورا متل تونة فيش اه لا يساب تونة بس اه خمس حبيت جامبه قريديس من تحت يجي المانجر يطلع هايك قول معك ربا ساعة تتروح تيكور اه كله قريديس اه هلو زيالة لابنك جوا نشوف الفيتزا شو عمسي فيها يلا ها يلا من هون نفود نشوف الفيتزا والسبمارين بالفرن هلو هلو اهلا اهلا هاي اهلا ماذا تخبرنا عن التنزوجة عن العجينة عن اهميتها عن سمكتها عن تخميرها عن وقت شغله كل شيء ازمع بتعرف العجينة يعني بس بدنا تتحضر لازم تتخمر على ليلي اه اثنان واسبعين ساعة مينامو يعني المستحسن يكون بين ثلاثة لخمستيين اه متل ما حكينا نحن قبل انه العجينة سميكة بس مؤخرا بتعرف في كتير يعني اشخاص صار ويروحوا لالهلتي او عم بي شوي يخففوا من قصة العجينة اذا طرينا نعمل شيء رئيئ وهي دي سميكة هاي دي الاساسية هاي دي الاساسية هاي دي الاساسية يعني اذا بدك تحكي بارقام هاي دي عجينتين بينما هاي دي فيتزا عجينة اوكي وفي اشخاص كتير بيتلبوها كتير كتير رئيئة اوكي يعني لدرجة بتصير برق التورتية برد اوكي نحن هوني نستعمل بيتزا رئيئة وقت تكون في هناك كتير ضغط بس بالاجمال كله بيرق على اليد نحن نحن عن فيتزا فيتزا مانا تليني فيتزا امريكا سايد امريكا سايد صح يلي هي فيها عجينة سمالة اوكي وكل العدل تعملوها عالطريقة الامريكانية هاي دي مانشبهها بالشي بس انا بتعب الراس صح رائح؟ ايه ويساوس هذه السوسي لك أمريكا عمليها الصباح ايه من دون توم لانه طبعا نحن عمنا ايها مع توم مع توم مافي شيء يعني كل شيء تقريبا هون انا بناعمله اوكي بالنسبة للكلينتيل اللي كانوا عنده. معقول ما بعرف كنت انا بلد بعد نهاية. يحني وراك حدارني هون. لح تتفاجأ انه مطعم تلية اوائل تلية امريكا مفوض. الامريكا ستايل كمان فيه الميزات العربية مع الخبز. مع الخبز. خبز الصخان يعني نحن نمتلك من الاوائل اللي بلشوا بالغيب الصخان. لدرجة احنا اليوم عنا كتير سانويتشز نعملها بالغيب بالعجيني. من التسعين مبلشين فيها. ونحن نعمل كمانا مع تجاج وميوناز وكبيس. براو عناك يعمل لها خلق ويعمل لها كمانا ستيك سانويتش. اللي مشغولها بفلادلفيا ستيك. فيتزا. نبدأ على فيتزا. سر البيتزا الطيب هي الفرن هي المكونات هي العجينة مع السوس. والاساس الاساس اذا بدك بعض هوتنات نوعية الجبن ما فيك تستعمل شو مكان. يعني هاي اللي مخطوط فيها اربع عنوية الجبن. بيرجع عندك بفيروني فولا اهم شيء. القصة اللي عم نعينيها نحنا اليوم. متل ما حكي الوالد بقصة القواليتي. نحنا ما مانعتي شو مكان. عم نجرب قدمة فينا لان القوات اللي كنا نستعملها كانت يات الدينية فرنساوية. بس الاسف بيلعب الدولار والأوضاع اللي نحنا فيها. عم نجرب نلاقي البديل بس عم نجرب. بيخدنا شوية وقت. يعني الكين بالطحين. أو كين بالجبن. يعني هاودي كتير والفافروني. يلا. ماشي؟ في عدة أشخاص بيعملوها بطريقات مختلفة. أنا بحط رشي صغيرة للجبن من تحت. ماشي؟ لأنه متل ما بتعرف بس يدوب الجبن بدو يعتنكها. صح؟ يعني أنا ببلش فيها شوي هيك. ومنرجع منحط اللحم أو فضرة حسب الطلب. أنا هلأ بدي أعمل لك شيء كتير مشهور عنا هوني. بالمحل يلي اسمه الفيليز من وراء فيلادلفيا. يلي هي بابروني مع جنبون. حكينا كتير عن فيلادلفيا وما حكينا عن فيلادلفيا ستيك. يلا. فيلادلفيا ستيك نحنا بنعملها منجيب اللحمة. كل اللحم على فكرة والجيج حتى كله فرش. ما فيش شيء مفرز أو مبرد. ممنوع ولا قطعة لحمة تجي مفرزة أو باردة جاية من برد. يعني ما عندي لحم مع احترامي لكل أشخاص يلي بيقولولك أنه أنا جايبها هندي برازيلية أو أسترالية. أنا بعتبر فرش من عندنا من هون. وأنا اللي بنشفها. يعني كل اللحمات اللي عنا إياها موجودة من عندنا هون من المنطقة. بين الزغطة وأهلان. ونرجع نحن نهيها بالرشة جبنة. لأنه الأساس هلا. مجبسة. أولا. بحوة رشة صغيرة. أدب شتائها. فرن البيتزا. نار من فوق نار من تحت هل هو فرن المقيش سيدي طبعا على الفيتزا أو بدي فرن خصوص. لا، هذا الفرن خصوصي للبيتزايات لدينا منقوش بس يعني منقوش خارج البيت أنا ماني فايت بالإيثالي مثل ما حكينا مشان هكي يعني ما عندي فرن حطب الفرن كتير مميح رائع جداً للبيتزا وكمان بالنسبة للمنقوش هلأ بنا نبقى نعمل منقوشة السر مثل ما حكينا هي العجينة وكاميرا بنفس الوقت بالمنقوش الزعتر هو الزيت الزيتون شخصاً بيشت عبتخلص طح يلا شو ما نبقى نشدوه؟ هيده السيك سانويش هاي السيك سانويش بالعجين هيده بالعجين فيها خصب هدولا حكيب الوين بمعلم الشباب بمقنون للمنه ستايفاني مش معي شو بدقلوه؟ سيك سانويش فتشان دا ميكينك شكل العجينة بشغه بمقنون للمنه بمقنون للمنه بمقنون للمنه شو رأيك؟ كتير لذيذة حبيت العجينة حتى لوسميكة حملتهم مظبوط اللحمة ابداً ما بتعلك طريية كتير والجبنة فيت مظبوط في حمودة بالاخر متل ما لازم اللحمة متل ما قلتلك منشفة وبعدين محطة بالفليزر لمدة 10 تيام نرجع بعدين منصة منظبطة هايدي صمارين طبعاً هايدي مع الزيت او مايوناز This is cool ثلاث صمارين غاني 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 هايما او مايوناز غاني كتير محش كتير بتصورة غالشكل هادوين جو هاو هاي هاي صمارين هايدي صمارين خبز متل ما لازم قرشته متل ما لازم تسكينته على القد ومحشية بكرم مش معقول مايوناز على القد تحت بس هنا دوغة فرق هون ريحتها بتفرق الزيتات اللي شربتها مع عجينة اللي حطونا قرش شوي لذيذة طول لكم مظبوط هيا حبيتها هاتلي مع الزيت والخالب بتتخيلوا بحيات ما تحطوا خالب صندويش ايه واو اتحب مايونيز هل تحب الحار؟ ايه واو ما مشيناك محتيني لك حالبينو فيبر تعطي غنجك فيتزا ايضا ايضا انا هتضد اللي بيأتيك وقت مالا وقت حتى يعني بيتطفخ الباستا او اللازانيا او السوينة حاسة تطفخ حمى تطفل يعني كما انك شايفة تفتح عليا وما بيأسب ايه ما بيأسب نطلع عليا قداش مستوية من تحت اوكي على في حد كان كتير من فرن من تحت منا نطلعها منحطها على سينية ومنرجع منخلصها اونا الخلطة حلوة انا الخلطة حلوة حلوة وعننا نحن هون السيك سانويتش اللي امريكان ستايل في لعدالفيا بس انا بحبه مع مصن لا بعرف ليش انا بحبه انا بحبه مستفيد من هاللحظة ومنحكي عن تاني مطعم اللي هو اكل مبارح فيه وكان اكل كتير جدا تاجب اسمه مايس منحكي عنه شوي شو الكنسب شو واحد بيكل هونيك مش هون ميس مبارح ما قدرنا حكينا اللي صار انه كنا عم نجرب نبرم على اسم بعد ما اخذنا المحال ويمكن مبارح انا سمعت السوريز واتكت عم تقول اسم عربي بس انترناشنال كوزين صح انا دارس معي دكتورة بالهوسبيتاليتي ماشي مني متعدى على المصلحة لذا ما بعتقد اني لح اربط الاسم مع الكنسبت طبع المحال اللي صار انه انا كين بدي اسم كاتشي اوكي وصرت احكي لحالي انه وين كنت عم تعشر احنا عميس وين كنت مبارح كنا بميس شو اكلتوا والله في هايدي الناتشوز كتير طيبي بمطعم ميس حسيت كتير كاتشي وشورت من هون اجا الاسم بس انا الكنسبت طبعي كين بدي اطلع من شي اسمه بكل مطعم في عندك تقريبا نفس الكوزين يعلي هي باستا وبيتزا والبلايات انا قلدي اطلع منها ومتل ما شفت المانو يعني فيها شوية ميكسيكين شوية سبانيش وفي عندك ايجين كمان وفي عندنا بيتزا وعنا باستا في عندنا بلان انه نفتع عربي بس المشكلة انه ان شاء الله قريبا تركي سوربريز نتركي سوربريز نعم ستاك سانوش منا نحط لها بعقص ومانا دورها كي يمت ملك شايف زحمة وحتيني لها فطر نحط لها بصل بس ما احنا نحط لهم بصل نحنا مناقلين ايجا شي هيدا شو فنقود فيه يعني كمع ازهق هيدا تطول المحال ياللي بدك تتاجه انه بس تارت كيزا ملشين هيك بنا نعمل شوية يولو تبقوا المحال تبقوا المحال تبقوا المحال كيف هم تفتح نفس الكمية بنزله هيدا بلاب بيجي معه بطاطا بيجي معه بطاطا وطوم اوكي بس اذا بتحب تدوغن نحنا شوية بنعمله على حامض لا انا جاي اكل طوء وحامض انجويبل هلا نحن بالبيت طعمت عنكم صح يعني مصبوطين يعني مصبوطين بتعرف شو لانه نحنا كل شي نعمله هون كل شي مطبوخ بالمحال نحب كمانا نكهة الحامض والتوم والخردل والبلساميك هذه نكهة بالبيت لحمة جبنة شوية خضرة ما منحط مايوناز ومطارد لا جيد واو طعمت المصبوطة اللي مش خبيني شي انا فهمتش باياك ما بحاب المعيناز ابدا ما انا كايز ابدا ريال فود بس نحنا بتاعشو نقول يعني انا واخوتي عطول نعمل له ساندوش مع معيناز اه اذا غلا نلو سوري اعبالاك تسا ليس لك كيلو مرتاح خليك اكسللل بعت لك الشغلة اه هل تشغلنا عندك؟ عجينة نفخر مرتاحة مستوية المندوع تذكر ليش خبرية سامي عجينة ايها بالورد؟ تذكرش خبرية سامي؟ هلا شوف ترية؟ ايها عجينة تتبينك شيء؟ ركاله لألبس ساعة هيا حبيتها ووقت اللي تجوز لبس اسود لتوفى كان اول منو متجوز وراحت امي امي مونا عارفة مينو شو عم بيصير مينو ألبس مينو تعرف لقيتو رايح على الشغلة لبس اسود هو يبكي بتعتيبها الخليناكس ايش يا ما؟ وقتها ألبس اي حرق تذكر خبرية سامي رايح نحن لنا راعnon أو رايح ميد ولا ح 것처럼 رايح نحن لنا حقي بالن إفرس حالة لقد أخذت بريسلي ميت الثاني يوم رحت على المطعم لبست بونطالون أسود وأميس أسود وما دامت اتني ويني به هالكليينيكس عم ببكي أخدتوا على ممفس على بيت أبريس شي ما رايخ دولادك على لونة بارك أو على دريم بارك نفس الشي نفس الشي بس الغريب عجيب غير إنه الفيتزا طيبة ما حدا من الأولاد أنا و أخبتي ما حدا بيحبها متسعت لأخذت أبو شادي على معمى الفول زلت لح سلسل أبو شادي بيتزا عزيزة كتير المحل كتير حلو أنت ما في منك و بس إذا عابدتكم إذا عابدتكم تعيشوا مع هيا العائلة وبعد فيه المادام والأم والأخوة والأولاد والأخوة 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 هيا نحن وين؟ بأهدن بأهدن شارع المطاربين حسنًا هل رأم التليفون؟ 0-3-164-171 بابدت تسيت فرنسية؟ نعم شوية أنا تلميس فرير أفكر بس نسيت الفرنس أنا أحتاج للعمر يلا إن شاء الله أقول لن نعم أقول لن نبعيلي أقول لن نبعي على الكاميرا أقول لن نبع على الكاميرا أقول لن نبعيلي فيستا حباتك كثير وجهك يدون أهلا وسهلا كنت أكل قصصات كثير بالمدرسة بالكاتريان بترابلوس تقول لي ليش عم تضحك؟ تضحك عليا؟ لا بدي يضحك يعمل لي تكتب الدرس مرتين روح على البنك تقعد خمس مرات ما فيني مبادير هيا خاصلت واو زكرتني أنا بمدرسة وفي منك تقول لي عم تضحك عليا تقول لي عم تضحك عليا يظهر لبرا لا تفهم عليا كمان شكرا نحن على بيزوان خلصها ومش خاطرين بكاني يلا باي